عمرك سألت نفسك قبل كده أو فكرت مثلا يطار الجماعة أصحاب الملايين دول إيه مصادر دخلهم؟ يعني الفلوس اللي بيكسبوها كل شهر بتيجي من أنه مصدر بالزبط هم الحقيقة مش مصدر واحد فيما قولة شهيرة بتقول إن أصحاب الملايين عندهم سبع مصادر للدخل The average millionaire has seven streams of income هنسيب المثل ده شوية ونروح لمصلحة الضريب الأمريكية سنة 2015 لما نشروا نتائج دراسة بحثية على غير العادة الدراسة العبقرية اللي كانت بعنوان فوق القمة كيف تظهر الإقرارات الضريبية أن الأغنياء جدا يختلفون عني وعنك ركزت على الإقرارات الضريبية لعينة مكونة من 6053 شخص من الأثرياء اللي توفوا بين عامي 1996 و2002 الدراسة قدت لمحة كده عن العالم الخفي لأصحاب الملايين وإزاي بيبنو ثرواته وإيه مصادر الدخل بتاعته المهم دراسة مصلحة الضريب الأمريكية توصلت لإيه بقى؟ خمن كده أن الأثرياء بيبنوا ما يصل لسبع مصادر للدخل هقولك السبع مصادر باختصار شديد دلوقتي علشان هتلاحظ حاجة شبه مشتركة بينه الدخل الأول دخل الاستثمار وده عبارة عن توزيعات الأرباح من الأسهم الثاني هو الدخل المكتسب وده عبارة عن دخل المرتب نظير شغل معين الثالث دخل الإيجار من إيجار بعض العقارات الرابع دخل العوائد وده عبارة عن مكاسب بيه حقوق ملكية معينة الخامس المكاسب الرأسمالية من بيع الأصول السادس الأرباح من الشركات اللي بيمتلكوها السابع والأخير دخل الفوائد اللي بيجنوها من حسابات التوفير والسندات إلى آخرة إيه الملاحظة المشتركة اللي بتجمع أغلب مصادر الدخل دي الإجابة في كلمة واحدة الدخل السلبي بس في إنكا وده موضوع حالاتنا النهاردة المهم جدا جدا فإيه بقى الدخل السلبي ده وإيه الفرق بينه وبين الدخل النشط وليه لازم كل واحد يكون عنده دخل سلبي وإزاي نقدر نبني دخل سلبي أو إيه هي مصادر أو استراتيجيات بناء الدخل السلبي حلقة مهمة جدا لازم تشوفوها للآخر وأتمنى تشاركوها مع أصحابكم وحبابكم يمكن نستفيدوا وقبل ما نبدأ بفكركم إن الكيان الزفر لازال بيواصل حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة ويقدر يقتل حوالي 30 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال ويجرح أكتر من 60 ألف شخص ويجوع جميع أهل القطاع فقارت ما تبطلوش تتكلموا عنه أنا أشرف إبراهيم ونموخ بالاقتصادي حابب أشكر شركة XAM Arabia على رعايتها الحلقة دي وهي منصة عربية للتداول والاستثمار ومرخصة من جهات مختلفة في دول زي الإمارات وشغالة في معظم الدول العربية هتقدر بسهولة تستثمر في مجموعة متنوعة من السلع الأساسية زي الأسهم أو الفضة أو الدهم ولو لسه مبتدئ لا يكسام قرابية عندهم خدمة الكوب تريدنج أو نسخ التداول بتسجل من اللينك اللي تحت الفيديو وبتختار كوب تريدنج وتحدد أي استراتيجية بتاعت مدير خبير وتنسخها هتلاقي لينك اللي يوم بتحت الفيديو في تعليقات فيسبوك علشان ما نبقاش مضغوطين مالياً ويكون عندنا قدر معقول من الحرية المالية لازم نعيد تشكيل حياتنا المالية بشكل يحقق لنا هدف واحد وهو إن جزء كبير من دخلنا ما يكونش بيجي من شغلنا أو وظيفتنا طول ما إحنا تحت رحمة الوظيفة فدايماً هنفضل مضغوطين مالياً وخايفين من المستقبل ليه؟ لأن ببساطة إحنا معرضين نفقد الوظيفة دي في أي لحظة مهما كانت المدة اللي قعدتها في شغلك أو المكانة اللي وصلت لها في ناس بتقعد بالعشرين سنة وفجأة بيتم الاستغناء عنهم وناس بتفضل تترقى على مدار سنين وبيوصلوا لمكانة في الشغل كانوا بيحلموا بيها طول حياتهم المهنية وفجأة بيتم الاستغناء عنهم وبلاقوا نفسهم في الشارع طول الوقت بيحصل تغيرات في الأسواق وبقات العامة تغيرات بتحصل في الصناعة نفسها أو بيحصل ركود في السوق أو بيحصل خلافات مع إدارة الشركة نفسها والنتيجة أننا معرضين للطرد في أي لحظة واحدة من الطرق لحماية نفسنا وعدم التعرض للموقف ده هو تحقيق الدخل السلبي فيعني إيه بقى الدخل السلبي ده الدخل السلبي هو الإرادات أو الأرباح اللي بتيجي من بعض الاستثمارات أو المصالح التجارية من غير ما نبزل فيها مجهود تقريبة يعني أنت ما بتكونش مضطر تروح شغل معين كل يوم أو لازم تقعد عدد ساعات معينة علشان تحصل على الإرادات دي الأموال بتتدفق على حسابك المصرفي وإنت نايم في السرير حرفية مصلحة الضرائب الأمريكية مثلا بتعرف الدخل السلبي بأنه صافي دخل الإيجار أو الدخل من أعمال لا يشارك فيها دفاع الضرائب بشكل مادي طبعا مشاهدينا في الولايات المتحدة لازم ياخدوا بالهم أن مصلحة الضرائب الأمريكية بتعتبر بعض الأنشطة دخل سلبي وبالتالي بتفرض عليها ضريبة الدخل السلبي وبعض الأرباح التانية اللي هي بتعتبر دخل سلبي بالمعنى الواسع أو الفتفاض بتستبعدها كدخل سلبي وبتدرجها تحت فئة دخل المحفظة وبالتالي المعالجة الضرائبية هنا فيها شوية تفاصيل فناخد بالنا المهم نرجع تاني لمعنى الدخل السلبي تاني هو الأرباح اللي بتدخلك بأقل جهد أو مشاركة مباشرة من ناحيتك وبالتالي انت ما بتكونش مضطر انك تشتغل أصلا علشان تحصل على الدخل ده علشان حضراتكم تكونوا في الصورة بس في نوعين رئيسيين من الدخل الدخل السلبي والدخل الناشط اعتقد جزء كبير من اللي بتفرج عليها دلوقتي مرتبط بوظيفة سواء بدوام كلي أو جزئي أو فاتح مشروع هو واقف عليه سان ديون معلفة كتاب بتقول ان الدخل الناشط هو مبدلة الوقت مقابل المال زي الموظف بدوام كامل أو الشخص اللي بيشتغل لحسابه الخاص أرباحك هنا بتكون مرتبطة بشكل مباشر بالمقدار الوقت اللي بتقضي في الشغل وعادة بيكون عندك وقت محدد انت ملتزم به وبتحصل على راتب بشكل منتظم طيب لو توقفت عن العمل أو ما روحتش مش هتقدر تحصل على الأموال اللي بتدخلك دي ده الدخل الناشط انت لازم تروح الشغل وتفضل فيه ساعات وده مش مرتبط بالوظيفة بس وإنما كمان لو بتدير مشروعك الخاص وانت منخرط فيه أو وجودك ضروري والمشروع معتمد عليك طبعا فيه ناس بتشتغل شغلانة تانية وأحيانا تالتة الدخل اللي بيتخلهم اسمه دخل ناشط إضافي برضو زي مثلا اللي بيشتغل بعد شغله سواء على أي تطبيق لتوصيل الناس مثلا أو اللي عنده مهارة أو حرفة معينة بيشتغل بيها بعد شغله الأساسي وهكذا كل ده دخل ناشط وده بخلاف تدفقات الدخل السلبي لزي ما قلنا لا تتطلب مشاركة ناشطة من الشخص علشان يتلقى الإرادات دي طيب قبل ما ندخل على مصادر الدخل السلبي وإزاي نبنيه محتاجين نوضح ليه لازم كل واحد فينا يحاول يبني دخل سلبي إيه أهمية إن يكون عندنا دخل سلبي أصلا أنجيلا مور المخططة المالية والمعتمدة وصاحبة شركة التخطيط المالي مودرن الماني أدفيزر بتقول إن تنويع الدخل بيساعد في توفير الاستقرار وإن الدخل السلبي بيخلي عندنا قدرة على حماية نفسنا ضد فقدان الدخل بسبب تسريح العمال والمرض والإعاقة والتمييز طبعا جائحة كورونا في 2020 خير مثال على عمليات التسريح الجماعي اللي حصلت لملايين العمال وفقدان ملايين الوظيف حول العالم في دراسة عملتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في أوائل سنة 2021 توصلوا إلى إن جائحة فيروس كورونا ألحقت خسائر فادحة بالوظيف العالمية ووصلت لفقدان مايو عادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل في سنة 2020 ربع مليار إنسان لقوا نفسهم فجأة في الشارع وبالتالي الدخل السلبي بيحميك ضد الظروف المفاجأة دي الأمر التاني والمهم جدا بقى إن الدخل السلبي بيخليك حر مش متأيد ولا وقتك متكتف وبالتالي ده بيديك قدرة على التركيز على الحاجات اللي بتستمتع بيها زي الهويات أو السفر أو تنمية مهارات عندك أو خوض تجارب جديدة وبناء علاقات جديدة ومختلفة مع ناس عندهم ثقافات مختلفة وده في النهاية حيؤدي لتحسين نمط وجودة الحياة الأمر التالت إن الدخل السلبي هيخلي عندك قدرة على التقاعد بعد سن الخمسين أو الستين مثلا طبعا مش هتقدر تبطل شغل من غير دخل سلبي مستحيل دخلك هيتوقف تماما لو ما كانش عندك شكل من أشكال الدخل السلبي طبعا بعض الدول فيها نظام معاشات إجباري أو اختياري ولكن مع التضخم وبالذات في الدول النامية بنلاقي المعاش قيمته هزيلة جدا ما بيبقاش مكاف في احتياجات العيشة الكريمة فأنت ما ينفعش تعتمد عليه برضه الأمر الرابع إن الدخل السلبي بيساعدك في هوقات الركود والأزمات الاقتصادية يعني حتى لو عندك دخل ناشط من مشروع معين مثلا فلو حصل ركود اقتصادي فغالبا هيأثر على مشاطك التجاري وبالتالي أرباحك هتتأثر طيب هنا نيجي للسؤال الرئيسي إيه هي مصادر أو استراتيجيات بناء الدخل السلبي أشكال الدخل السلبي اللي أنا هوضحها دلوقتي دي ممكن تكون مناسبة لشخص مش مناسبة للتاني وهي مجرد أمثلة بس وإلا فكل واحد بيدور في محيطه وبيشوف إيه نقاط القوة اللي عنده وبيستغلها لبناء دخل سلبي أول فكرة أو شكل من أشكال الدخل السلبي وهو شكل أساسي بالمناسبة علشان كده هنوقف عنده شوية وهو الدخل اللي بيجي من تأجير العقارات امتلاك عقار أو أكتر وتأجيره هيولي الدخل منتظم ولكن الموضوع هتطلب في البداية تكاليف أولية لشراء العقار وتهيئته للإيجار والإيجارات ممكن تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل طيب لو الشخص ما معهوش رسمة أصلا علشان يشتري عقار وإيجاره معنى كده إنه ما يقدرش يبني دخل سلبي من تأجير العقارات أحكي لكم قصة شخصية حصلت معايا ويمكن ما يعرفهاش غير الناس القريبة جدا مني في سنة 2020 كنت بدور على ما كان أ أجره علشان أعمل فيه ستوديو للبرنامج وبعدين لقيت شقة معينة فيها المواصفات اللي أنا محتاجها بس كان إيجارها كبير المهم أجرتها وعملت الستوديو في تلت المساحة بتاعتها تقريبا والتلتين التانيين جهستوهم بشكل فندوقي وأجرتوهم IRB&B بعد ما عرفت المالك فبقى بيدخل دخل بيغطي الإيجار بتاع الشقة كله وبيطلع هامش ربح أكتر من 50% تقريبا من القيمة الإيجارية هنا أنا خلقت ما يمكن تسميته leveraged income استغلت أصل معايا أنا أصلا مستأجره وضفت عليه قيمة ورجعت أجرته تاني في بعض الأشخاص بيعملوا leveraged income بس بشكل مستدام بقى زي بعض الناس اللي عايشة في أمريكا ياخد رهن عقاري ويشتري عقار ويأجروا ويدفع الرهن العقاري منه فهو هنا استخدم أموال البنك لخلق دخل سلبي خاص بيه طيب أنا معايا راس مال صغير ومش قادر أشتري عقار كامل فهل أقدر أكون دخل سلبي من تأجير العقارات؟ آه من خلال سنديق الاستثمار العقاري المعروفة اختصانة بريتس وهي سنديق بتمتلك أو بتدير مجموعة من العقارات المديرة للدخل ببساطة بتشتري العقارات وبتأجرها وتوزع عوائد الإجارات على المساهمين فيها وممكن يكون عندي عقار كبير بس بستغل جزء صغير منه يعني بيت دورين وأنا عايش فيهم فممكن أعيش في دور وأجر دور أو شقة كبيرة فيها كام قوضة وأنا الوحدي فممكن أأجر باقي الغرف مثلا وهكذا ويدخل معانا في نفس الشكل ده من أشكال الدخل السلبي تأجير المساحات للتخزين برضو لو عندي مخزن أو جراش فاضي أو مساحة للتخزين فممكن أأجرها وبكده أقدر أخلق مصدر دخل سلبي من تأجير العقارات في منصات برا لتأجير المساحات الأضافية معرفش ده موجود في الوطن العربي ولا لأ بصراحة ودي بالمناسبة فرصة لو مفيش منصات تأجير مخازن وممكن شركات السوفتوير تدرس الفكرة ولو موجودية تعمل منصة لتأجير المساحات الفاضية الشكل الثاني من أشكال الدخل السلبي هو توزيعات أرباح الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي واحدة من أبسط الطرق اللي نقدر من خلالها نحقق دخل سلبي لما الشركات المدرجة في البورصة بتحقق أرباح بيتم اقتطاع جزء من الأرباح دي وإعادة توجيهها للمستثمرين في شكل أرباح كمكافأة على استثمارهم في الشركة وساعتها المستثمرين إما بيقرروا يحتفظوا بالمال النقدي ده أو بيعيدوا استثمار الأموال دي في شراء أسهم إضافية طبعاً توزيعات الأرباح مش إلزامية على الشركات ولكن في شركات كتير بتختار أنها توزع الأرباح بشكل منتظم لاستعراض ربحيتها وتشجيع الاستثمار الإضافي فيها وبتختلف عوائد الأرباح دي من شركة للتانية ومن سنة للتانية والشركة هي اللي بتحدد توقيتات توزعها وغالباً بتتدفع بشكل ربع سنوي أو نص سنوي أو سنوي في شركات كتير بتوزع أرباح على أسهمها حتدي لك مثالين لسه حصلين من أيام بس شركة إدارة الأصول لوق أو الكابيتل أعلنت يوم 9 فبراير اللي فات إنها هتوزع أرباح بمقدار 14 سنت للسهم الواحد حيدفعوا في 5 مارس الجاي أملاق النفط والغاز شفرون أعلنوا في أوائل شهر فبراير برضو عن توزعات أرباح فصلية بمقدار دولار و 63 سنت للسهم الواحد مستحق في 11 مارس الجاي الشكل الثالث للدخل السلبي هو دخل عوائد حقوق الملكية يعني إيه الكلام ده؟ المنتجات اللي فيها جانب إبداعي وإحنا بنشتغل عليها مرة واحدة بس لحد ما نطلعها وبعدها كل استخدام لها بناخد من وراء عوائد زي مثلاً تأليف الكتب بعد ما بنقلف الكتاب وبتطرح في السوق كل نسخة بتتبع منه بناخد من وراء عوائد وزي كتابة المحتوى مثلاً بيحقق لنا عوائد من بيعه وظهور المعلنين جنبه وزي المنتجات الرقمية اللي فيها جانب إبداعي زي الدورات التدريبية أو الدروس الأونلاين فممكن نعرضها على منصات زي يدمي مثلاً دخل العوائد بيشمل العوائد اللي بتيجي من براءات الاختراع برضه اخترعت حاجة فأنت مع كل استخدام لها بيدخلك عائد الشكل الرابع للدخل السلبي إنك تستثمر في مشروع تجاري وهنا أنت بتوفر رأس المال لمشروع ولكن ما بتشتركش في الإدارة بشكل فعال في الحالة دي بتكون شريك سامت سايلانت بارترر وبتحصل على حصة من الأرباح تقدر تعمل ده من خلال الاستثمار الملائكي أنجل أنفستنج أو رأس المال الاستثماري فينشار كابيتل أو الاستثمارات المحلية الأصغر أو من خلال منصات الاستثمار زي تتعهيد الجماعي كراودسورسنج انباسمنت بلايفارنس علشان وقت حضراتكم هناخد أشكال أو أفكار الدخل السلبي اللي بعد كده بشكل مختصر وسريع رقم خمسة تأجير المعدات أو الآلات المتخصصة للآخرين رقم ستة تأجير العربية بتاعتك في الوقت اللي انت مش محتاجها فيه وفي منصات لتأجير العربيات رقم سبعة بيع الصور الفوتوغرافية لمواقع الصور المخزنة زي شطر ستوك أو أدوب ستوك رقم تمانية التسويق بالعمولة من خلال الترويج لمنتجات شركات تانية على موقعك أو منصتك رقم تسعة إنشاء وتطوير تطبيق موبايل وتحقيق دخل من خلال الإعلانات أو المبيعات أو تطوير ألعاب الهاتف المحمول فتقدر تكسب من خلال عمليات الشركة داخل اللعبة أو من الإعلانات برضه رقم عشرة دروب شبنج في صورة الطبيعية المفترضة عن طريق تشغيل متجر للتجارة الإلكترونية من غير ما تحتفظ بمخزون بضاعة بتبيع المنتجات اللي بتم شحنها مباشرة من المورد للعميل دي كانت مجرد أمثلة بس علشان أوضح لحضراتكم الدخل السلبي بيجي منين أو بيتبني إزاي أنت الوحيد اللي تقدر تحدد أي مصادر دخل سلبي هي الأسهل والأفضل بالنسبالك طالما أنت بتفكر بشكل مختلف إزاي تستفيد من وقتك والمواهب اللي بتمتلكها وتستغل أموالك لتوليد مزيد من الدخل فأنت على الطريق الصحيح والقاعدة الأساسية هنا أو المصاري الأكثر شيوعا لتوليد تدفقات دخل سلبية كبيرة هو العمل في وظيفة أساسية واستخدام الدخل النشط لشراء الأصول اللي بتولي الدخل سلبي بانتظام أنا عارف إن ده حياخد وقت بس بمرور الزمن وباستخدام استراتيجية المضعفة compounding وهي إضافة أرباح الاستثمار لرأس المال وبالتالي تشكيل قاعدة أكبر بتراكم أرباح أكبر وهكذا استراتيجية البسيطة بتاعة المضعفة دي ممكن يكون لها مفعول السحر مع الوقت قوة الفايدة المركبة بمرور الزمن بتتحول لشيء مهول ما كنتش تتصور إنك ممكن توصله في يوم الأيام لو عايزنا نبقى نتكلم في حلقة خاصة عن استراتيجية المضعفة دي وإزاي بتشتغل يريد تعرفوني في التعليقات مش عايز أطول عليكم أكتر من كده ما فكركم لازم تشوفوا سلسلة حلائات المحافظة الاستثمارية لأنها منكملة لإدارة المالية الشخصية كل الحلقات دي لازم تتشاف مع بعض علشان مرتبطة ببعضها هتلاقوا رابط الحلقات هنا في النهاية عند سؤال ياريت تعرفوني إجابته في التعليقات يطرى حد فيكم عنده دخل سلبي وإيه هو مصدر الدخل ده خليونا نستفيد من بعض في التعليقات ما تنسوش تشوفوا رابط شركة أكسام أريبيا هتلاقوا تحت الفيديو وفي تعليقات فيسبوك وياريت لو استفدتم من الحلقة تعملوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبابكم عننا يمكن استفيد السلام